صيت إنسان وقال له ألا أدلك بكذا كذا كذا قال له سمحتك قال له لن نجيه تاني مرة قال له لن يلدغ المؤمن من قحر مرتين قد تبالك أم قال له ألا أخبرك بشيء أن يحفظ ما لك يا رأية الكرسي فرحض رسول فقال له ذاك الشيطران يا أبا همار صداقك وهو كجم فهو لكن لو على كنه كث أموال الناس كلها راحت وأحوال الناس كلها راحت وكذا فهذا يعني جني يسرق من أموال الناس دكتور أحمد الوضع في هذا الجزء يعني ده دليل أن الشيطران ما هو الشيطران لا أطفق المصباح هنا عندنا والمتالك عشان خطر لأ المصباح عشان خطر ما يتفسع لك زي زي الأول مصباح الآن يأخذ في حكم الزفاج إذا إذن تقنقل لنظة مباربور دي لنظة اللي أمنا تخطنا بسمح لنظة مباربور دي بلدخل لدخل ترليل وتنعم في الخر خطبالك إصبح لتلقا وهي الأفراب اللي شناب من الدخار وانتقف 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 معاك فديك من ضمن المضرار اللي بدر الإنسان منها فأطبع مصباحك واسفر وغط لسقاق اللي هو مكان الشرب هناك معاك وكان من هديه عليه الصلاة والسلام يشرب الماء البائت ولا يأكل الطعام البائت من هديه ولكن حتى نجل من الكوتيين يعملوا بس يبقى حقا ان هما يتعلموا حاجة دي كان هما يتعلموا حاجة اسمها يعني الواجبة ان هما هم اربعة يعملوا اكل لتين عشان اكل لتيني قد الاربعة عشان خاطبة ده هما بيخليش يعني بيخليش اما خلاف الناس اللي اللي عندنا هناك بمعاهم هما الان دلوقتي اه جابوا حاجة طيبة من مسلا التلاجات المحطوبة او او يتصل باللجنة اللجنة يدوم لنا برضو يتغذى بقى ويتعشموا كانوا زمان يا شيخ برضو يحبوا حاجة كده زي السبب كده في الزكف ويرفعوه ينزلوه دي لا 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 ده اللي رفعوه يدلوه عشان خاطر اما بعيد عن النامش وبعيد عن الوقت وعن النتاع وحاجة زي كده اللي هناك فدي كان الحاجات دي كانوا لكن دلوقتي مسلا كلنا تعودنا العيشة العزبية اللي عندنا كان عمل في الاسبوع بيعملوا مرة بيحبط رس وكذلك القصر الموظفة وهي هي ويوم هتطبخ القصر الموظفة هاتتبالك معاي فهي بتجي القصر تجي زي في يوم واحد تغسل في الى والاهم عنه ووتطبخ تبقلك عشان هافية الاكل معك على كل حال هي دي برضو هتكون ايسب من الاكل المطاعة سؤال بالنسبة للطعام احنا عندينا عدف الصيد ايه هي التلات يام بتروع الواجب تمام اول يومين العيلة كلها تشترك في الفطور والغدة والعشر. تيجي في الاخر يوم يشترط على صحب الميت هو هو دي يجيب اللحم يعني آخر يوم يعني هو دي يجوم بالأكل الناس بس الأكل اللي يفضل لا يفضلوا الفحرة في الأرض ويرضموه يقولك عشان حتى يشوفوا الكلوتاني وفادي شيش كويين لا حضر دي خافة أنا صورة روض عبرناها لو هاد نهلاك في السنية آه سمعك يا سيد خلال؟ نعم لا حضروا يخافة حضروا الطعام وأكل الطعام طب ما هو يقولي اليوم الثالث بغير لا لازم يجيبه لازم يجي لازم يجيبه وكل الناس اللي من رايح هناك كل الناس اللي بتيجي عامل عملية قصاد الراج المضار يعني الكل بيأكل من تحت القصة شوية والتاني بيعمل كذا يقولك اللي لو الأكل من الأكل البيت ده يكفيه واجب تاني حيكفي العين لا 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 فعل شوق لا 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 وهو أصدر رغم اللي مصارف كبيرة عليك كان واقف معاه في الميتر مثلا ديروف نصلا اقول انه هارنة فيش 30 30 مضار ليجي 30 مضار يجي 30 مضار يجي 30 مضار يجي 30 مضار يجي 30 مضار يقول لك مخطيك ها المخطيك ها يجيه لك اخر لقاح عدنا الليل فيهم ما فيش فايدة بس جيت قلت له خدوا انت بقى وحطوا باللجنة بلجنة بتاعها اجلعوا بقى فالمصايف تيجي للي يجلعوا يكلوه الناس اللي بعدم هنا مثلا عندنا في مصر هنا جيل القاضي هنا راح لامم عزاله بدل هو سياد هو هو مصري ما في مصري اللي عزوه ببيختلطوش بالمجتمع وهنا في الكويت عاملين طنبة عامل محدش جال امم تابعين من يوم عدامة محطيك ها نحن الذين يجيب نحن الذين يقوم بقى ادى تطلب الصغير ادى تطلب الصغير شكرا